الاهل والسيراميكا كيليو باطرة هي مباراة مهمة لتقبل القسم على اثنين محتاج تكسب ايا كانت النتيجة ايا كان الاداء انت محتاج تكسب وتاخد الثلاث نقاط عشان تبدأ تستعد لموقعها ومباراة اهم بكتير خلال الفترة اللي جاية ولكن مباراة سيراميكا بتاعت صعوبتها بسبب حاجات كتير قوي اولا ناس كتيرة ممكن تطرح اسئلة وتقول فيه لعيبة رياحة مباراة امبي ولعبة مباراة طلاعي الجيش وفيه لعيبة لعبة مباراة طلاعي الجيش وكانت مريحة واخد اجازة في لقاء امبي فهل مباراة سيراميكا تبقى هي الفرصة الاخيرة للجهاز الفني اللي ممكن يطرح ويلعب بالتشكيلة الاساسية ده نقطة الناس بتسأل وبتتكلم فيها من مبارا انا بطرح عليكم بس التساؤلات اللي الناس بتتكلم فيها على السوشيال ميديا النقطة التانية طب عندك اصابات وفيه فترة انت بتدي فيها اجازة وراحل عدد من اللعيبة فهل ممكن الجهاز الفني لو ريح لاعب او اتنين من نهاردة هل ده معناه انه ممكن اللعيب ده مش جاهز للمباراة النهاية برضو ده نتساؤل كمان قطر الحديث في الساعات الاخيرة عن موقف علي لطفي هل ممكن يلحق النهاردة يكون موجود ولا مش موجود هل ممكن يلحق النهائي ولا لا قطر الحديث ايضا على مصطفى شبير بعد اصابته بالفرص في المباراة امام الطلاقع يوم الجمعة ممكن يلحق ويلعب النهاردة وهل موجود في المعسكر ولا لا حسيني الشحات قهربة بيرستاو ما كانش حسيني الشحات مثلا بيرستاو موجود في المباراة اللي فاتت هل النهاردة موجودين في القايمة وفي المعسكر ولا لا بص انا بطرح عليكم كل التساؤلات اللي الجمهور بيسألها على السوشيال ميديا وكل الحاجات اللي الجمهور عايز يعرفها وكل الموضوعات اللي الناس عايزة تتكلم فيها نفس الامر وده نقطة طبعا كانت مهمة ومثار حديث السوشيال ميديا وصفحات الجماهرية للنادي الاهل مبارح بالامس ويتتكلم على حمد فاتحي حمد فاتحي لقدر الله في مزء لا ده شد لا عيلحق النهائي لا مش عيلحق طب النهاردة موجود في مباراة سيراميكا ولا لا برضو دي من التساؤلات اللي بيترحى الجمهور على السوشيال ميديا وبيتكلم عليها كل الردود دي اكيد عن اتكلم معاكم فيها وعن نترحى ونسألها اكيد لما نروح اكتر لفندق اقامة فريق النادي الاهل عشان نشوف من زي منا فارو سلاح كل التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع ولكن ماتش النهاردة انا قلت في البداية لا يقبل القسمة على 2 لان انت 56 نقطة محتاج توصل ل59 نقطة مش هتلعب مباراة في الدوري لسه الا على يوم 22.6 او 23.6 فانت فترة اللي جاي في شهر 6 اكتر من 3 اسابيع مركز في حاجات تانية نهاية افريقيا الى جندة الدولية المنتخبنة الوطني كل دي نقط اكيد انت تبقى مركز فيها ولكن الدوري لما يرجع من 22.23 او 26 ساعتها هنبدأ نحسب بقى بالورقة والقلم باقي كان مباراة في الدوري واتعي بحوالي 10 مباراة هل محتاج تكسب 7 6 5 لا هتكتفي بمباراتين ثلاثة ده هيتوقف على نتائج الفرق المنافسة بس مين الفرق المنافسة برامتز وفيوتشر عشان بس ايه ما نخشش في تفاصيل اكتر من كده وممكن نقول اسامي فرق تانية المنافس الحقيقي للاهل السنة دي في الدور العام في المقام الاول بيرامتز في المقام الثاني فريق فيوتشر ده مش وجهة نظر ولا كلام بقوله على الهوى كده لا دي ارقام وترتيب مباراة فتبص على بيرامتز وفيوتشر لا قريبين من الاهل في عرض النقاط ولكن عرض المباراة في صالح الاهل اكتر فانت وقتها انت محتاج تكسب اكتر من مباراة الفترة الجاية عشان لما ترجع في 20 او 22 ستة تبقى القصة بالنسبة لك تلعب اول 3 مباراة في شهر الستة بحيث لما تروح على سبعة تبقى الامور بالنسبة لك كفرندلي ودية بتنهي موسم بس بشكل كويس عايز تريح لعيبة اساسية عايز تعمل فترة اعداد وتتزرح لعيبة للفترة اللي جاي عشان الموسم الجديد اللي هينطلق المفروض في شهر تمانية فيها تفاصيل كتيرة ولكن كل ده متوقف مثلا على مباراة النهاردة تكسب عشان تكمل في الصدارة زي ما حصل في ماتش الجيش وفي ماتش امبي الاسبوع الماضي